بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي إزاي ما نبتديش بالكلام عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مكملين مع أنواره وإحنا بنكمل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بسمي الحديث ده بكل اللي فيه ده حديث جبر الخواطر وتثبيت القلوب حديث إيه؟ الحديث اللي ابتدى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمال هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة الحديث ده إحنا خدنا الجزء الأول منه والنهاردة أنا نعيش مع الجزء الثاني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كلمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الظلم حرام وهذا الحديث من جلاله بيرويه حضرة النبي عن رب العزة حديث جليل حديث له هيبة حديث مقامه عالي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول قال فيما روى عن رب العزة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة ألا فلا تظالموا تعالوا بقى نشوف الجزء الثاني اللي نتكلم عنه النهاردة حضرة النبي بيروي عن رب العزة عن رب العالمين قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأسألوني فأعطيت لكل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هذا الحديث اللي أخرجه أو الإمام مسلم بكامله تعالوا نتأمل الحديث من أوله نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في أول الحديث يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مراوعة الرب العزة يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني هذا أساس في الحياة هذا أساس في الحياة يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا ينتفع ولا يضر أما الإيه؟ هو رب العالمين الذي يخلق النفع والضر يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يؤذي أحد وربنا سبحانه وتعالى لا يضيف إله أحد لا أنبياء ولا أولياء ولا بشر ولا أي شيء فالله غني عن خلقي وده يحسسنا بإيه؟ يحسسنا بعنا تاني وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مراوعة الرب العزة يحطنا هذا الأصل يحس بإيه الإنسان لما يسمع كده؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجعلنا في ماذا؟ يجعلنا في أمانه يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأن فعله معنا لجميل صفاته لا لأفعالنا وعشان كده ربنا مش بيزعل مننا زي ما البعض متخيل ويرب أولاده ما تعملش كده عشان ربنا ما يزعلش منك ويطلع الطفل عنده صراع بينه وبين ربنا ويبقى الولد عنده كده تناقض هو ربنا إزاي رحيم وبيزعل مني طب يزعل مني يعني ينفع بابايا ما يزعلش مني وربنا يزعل مني ويفضل الولد خايف إن ربنا يزعل منه فعايز أقول لحضراتكم لا أحد يستطيع أن يضر الله شيئا المعصية حقا غلط علينا إحنا المعصية ضررها بييجي علينا إحنا لكن ربنا سبحانه وتعالى لا تضره المعصية المعصية هتضرك أنت وتأثر عليك أنت وربنا لما يقول لك إن هو بيغضب من المعاصي ده معناها إن الفعل اللي أنت بتفعله ده يغضبه مش معنى كده إن أنت عملت أثر عند الله بأنه غضب لا ده إيه اللي حصل أنت وقعت في غضب فيما لا يحبه الله مش أنت أسرت في الله وزعلت ربنا فزعل لا لا خالص ربنا قال هذه الأفعال تغضبني ولا أحبها فلا تفعلوها فإذا أنت رحت فعلتايب أنت فعلت ما يغضب الله مش إنك أنت أسرت على الله فغضب منك لا أنت فعلت ما يغضب الله وكمان ربنا سبحانه وتعالى لا ينتظر من أحد إن هو ينفعه بشيء أو إنك مثلا عتعمل الخير فتفتكر إن أنت لما تعمل الخير إيه اللي حصل إن ده هيزود ربنا مجد مثلا حشاه أو هيزود ربنا رفع أو هيزود ملك الله حشاه تعالى عن ذلك علوا كبيرة علشان كده جيب أعداء على طول هذا التأكيد من مولانا سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا تعالى بس أقول لكم هنا في حتة بلغية حلوة أوي برس الحديث في الأول خالص قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وبعد كده إيه ليه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك من ملك شيئاً ده بيسموه عند العلماء حاجة اسمها لف ونشر غير مرتب يعني إيه؟ جابي الحاجات المفروض كان بالترتيب تضروني فييجي بعد كده إيه؟ على أفجر قلب رجل منكم لا هنا قال إيه؟ تضروني تنفعوني فنفى الضرة ونفى النفع ثم أتى فقال ماذا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل منكم فإلا حاصل إلا يحصل ما زاد ذلك في ملك شيئاً فأرّب نفي النفع وأرّب مسألة ماذا؟ التقوى لاتنين من بعض عشان هو من جنس بعض فزاد المعنى تأكيداً فزاد المعنى إيه؟ تأكيداً ودي بلاغة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلامه الذي يتكلم به مثل كلامنا كان بليغاً زي ما بيقول سيدنا الإمام القاضي عياد في الشفا فشوف كده ما زاد من ملكي شيئاً يعني لو أن أولكم أول واحد مخلوق وآخركم أخر واحد مخلوق يعني لو أن البشر جميعاً وإنسكم وجنكم كل المخلوقات اجتمعوا وكانوا على إيه؟ على أطقى قلب رجل منكم إلا يحصل ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يعني لو كل العالم أمنوا بالله مش هيزيد ملكي الله سبحانه وتعالى ولو كل العالم كفر بالله لن ينقص ذلك من ملكي ربنا سبحانه وتعالى شيئاً ولا يضره يبقى إيه اللي حاصل؟ لو أن كل العباد عبدوا ولو أن كل العباد كفروا لن يزيد هذا في ملكي الله شيئاً ولا هينقص هذا من ملكي الله شيئاً هنا بقى بنقفش على حاجة أنا دايما بتكلم عنها في علم اجتماع التدين حاجة اسمها التدين الكمي الناس بقى اللي بيعبدوا ربنا بالكم تحس كده أنه هو بيفهم وده الفكر اللي فتح أبواب التطرف بيفهم أن أنت لما تعبد ربنا كتير وكأن هذا يزيد في مجد الله لا يا سيدي أنت عندما تكسر من عبادة الله أنت تتأصل فيك العبودية مش أنك تنفع رب البرية ونزيك هو بيعبد ربنا كده تحس بتاعتدون الكمي كده عايز يعبد ربنا ويوري الناس كلها عبادته عشان إيه؟ عشان يقول لهم على فكرة ربي كبير لأن عبادتي كبيرة لا يا سيدي أنت بتعبد ربنا عشان تتحقق بالعبودية وعشان كده التدين الكمي ده اللي هو عنده إن إيه؟ إن كل العالم لازم يكون مسلم وإن تأثير العبادة وخطر معصية بيعود أولاً على الإنسان دي حقيقة على الإنسان والكون من حوله لكن أبداً لا تنقص المعاصي من جملك الله ولا تزيد الطاعة في ملك الله هقول لكم حاجة من غير ما نزعل بس التدين الكمي ده وتولد في بعض في نفس بعض الأطفال إن هم لما تحصل المعاصي كده وكأنهم بيشفقوا على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لما تحصل الطاعة يحسوا كده إن ربنا فرح يعني إيه فرح؟ زاد إيه وجاهة الله أعوذ بالله ما تفتكرواش إلي أنا إن الكلام ده أنا بكيبوا الكلام ده من الأولاد اللي تربوا على التدين الكمي وكأن بيحسوا إن كده خزائن الله امتلت بالطاعات وفي حد بمعصيته أقل الخزائن الله أعوذ بالله ليه طيب؟ لإن هو بيعوده كده بيقوله إن أنت لما تعبد ربنا واتطيع ربنا هتسمع بقى الحسنات هتسمع هتسمع صوت الحسنات وكأن فيه مكنة مكنة صرافة بتديه الحسنات لا يا سيدي الله سبحانه وتعالى عطائه أوسع من خيالك وعشان كده لازم تفهم وتتأدب مع الله وده معنى مهم لازم نأصله في أولادنا يخلينا نعبد ربنا سبحانه وتعالى وإحنا في غاية الزل والانكسار لله وكمان في غاية الحب لله سبحانه وتعالى إنه شرفنا وجعلنا عبادة الله وإن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج إن احنا نقدم له طاعات وإن احنا بينطيع ربنا مش عشان خزائنه تمتلئ بالرصيد نحن نعبد الله ونكسر من الطاعة لأننا نريد أن نكون في ساحة العبيد احنا مش بنعبد ربنا عشان الرصيد احنا بنعبد الله لكي يقبلنا فنكون من العبيد طيب دلوقتي عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا تنفعه طاعة ولا تضره المعصية فتفتكر ربنا سبحانه وتعالى هيتخلى عن عباده في الطاعة أو المعصية علشان هو مش محتاجهم وعشان كده الحاجة مهمة جدا 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 إيه اللي حاصل؟ إن بعض الناس لما يحسسوا الناس إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي إلا الطائعين يخل أصحاب المعاصي يحسين إن هم مش مع ربنا ويحسسهم إن اللي عندهم إن فينا أصحاب معاصي ده فيه كمان من كفروا بالله وعندهم موسع في الرزق فيحسوا إن إيه ده؟ ما هو ربنا كده بقى إيه اللي حاصل؟ ما هو ربنا كده لا ينحاز لماذا؟ لأهل الطاعة لا ربنا سبحانه وتعالى يعطي بحكمة بالغة القضية مش قضية من الطائع ومن العاص القضية قضية مشيئة الله آه يوسع على أهل الطاعة آه سبحانه بإرادة أن يجعلهم يحبونه وقد يوسع ويعطي أهل المعاص لكي يجعلهم يعودون إليه ويتوبوا إليه فإذا عصوه فهو طبيبهم سبحانه وتعالي وعشان كده يجي الحديث ويقولك مع أن الله سبحانه وتعالى مش محتاج لطاعة الطائع ولا بتضر معصية العاصي وإنت اللي محتاج لربنا فهو مع ذلك يعطيك ما تريد وإذا عطاك ما تريد هذا لن ينقص من ملكي شيء فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان كل إيه؟ إنسان مش مسلم يا عبادي كل العباد الحديث هنا بيكلم كل العباد يعني أنا كده وانا بقول الحديث ده هقوله في مكان يكتمع فيه كل البشر المؤمن وغير المؤمن المسلم وغير المسلم من يعبد الله ومن لا يعبد الله هقوله كده هقوله ربنا بيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت لكل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر يعني لو تخيلت هذا إن العلم كله من سيدنا آدم إلى آخر بنا آدم عيكون في الكون ده ووقفوا كلهم مجتمعين في ساحة واحدة سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين فكل واحد طلب اللي طلبه حتى لو واحد طلب ما بين السماء والأرض حتى لو واحد طلب ما يساوي الجنة عشرات المرات فإن اللي حاصل فربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد إدى لكل واحد اللي هو طلبه ما ينقص شده من ملكه سبحانه وتعالى أي حاجة أم الله للناس شايفة إن ربنا متربس بيها بقى وهم الإله المتربس ومش بيديها كل الملك ده الله سبحانه وتعالى ممكن يديه للعبد بكل ما يتمناه والله سبحانه وتعالى يسوقه للعبد ولذلك كل الملك ده عيعيه ويتعبه رغيف خبز يسوقه إليك أو هيتعبه يعني تحقيق أمنية لك حشاه سبحانه وتعالى الحكاية كلها إنه أيحقق لك ما يريد في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش أنا آسف يعني تعالى عن ذلك علوا كبير ربنا ليس أجيرا تطلب منه ما تريد ولكن الله سبحانه وتعالى الملك يفعل لك فوق ما تريد ولذلك علمونا دعاء زمان علمونا حمد ذكر نقول الحمد لله الذي أعطانا فوق ما نريد إذ أعطانا ما يريد سبحانه بعد كده يقول لك لو عرفت الحقيق اللي فاتت دي بلاش بقى تعيش في الوهم خليك كده واعي وبلاش تشتغل بالأوهام مولانا سبحانه وتعالى عايز يدلنا نخرج من الوهم إلى الحقيقة فيقول لنا سبحانه وتعالى إيه عشان كل واحد فينا يعيش بالحقيقة ما يعيش في الوهم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله المسألة ما سألتكم أنتم فمن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا النفس ما تجدوحش تقول لهم ربنا يعني إن تعرفت إن الملك ملك الله سبحانه وتعالى وإنه بيعطي من يشاء ما يشاء فبلاش بقى تقسير في حق الله سبحانه وتعالى فعملك ده معروض عليه على الله سبحانه وتعالى فأروا الله من أنفسكم خيرا وخلوا بالكم بيقول فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الخير كل بيد الله سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه ربنا مش عايز مش عايزك تدخل النار ربنا خلق النار لكي لا ندخلها ولكن بعض الناس يسروا على أنهم يدخلوا النار ولا يضرك ربنا سبحانه وتعالى الله هو خلقك عشان يدخلك النار ولا هو عايز يضرك وإنما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سياة فمن نفسك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قاب من دسها فاسعى عشان تجد في أعمالك خير كثير اسعى لله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أشير عليك بحاجة مهمة جدا طول الوقت كل يوم الصبح خلي عندك أمل أن الله سبحانه وتعالى عيفني كل الأوهام والأهموم والوجع اللي عندك ده كل يوم الصبح خلي عندك أمل جديد الحديث بيقول لك وكأن لو لخصنا الحديث نقول كده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة خليك مع الله واحلم بس في نفس الوقت ادعم حلمك ده بخلق حسن جديد تعمله كل يوم وثالث حاجة كل يوم راجع برنامج عملك وشوف قد إيه برنامج عملك ده مليان بالخير لو عملت التلات حاجات دول انت إنسان متزن بتعيش بهذا الحديث وعشان كده لازم تفهم ده ولو في أمتي ده ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك من حيث لا تحتسق يا سادة هذا الحديث الحديث بيخلي الخاطر مجبور بيخليني ثابت على إن الله كريم سبحانه وتعالى وفتحه كبير سبحانه وتعالى يا سادة عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسره ايه الصفحة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وبتفتح علينا أبواب مجلس العلم وتخلينا دايما مع الله سبحانه وتعالى وتخلينا في نور وبركة وفضل ونعمة ونفضل مع بعض شايفين نور ربنا سبحانه وتعالى وممدود بينا في مجالس العلم تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا لما توصلنا أسئلتكم بنهتم فيها وبنجمعها عشان نجاوب عليها في وقت زي اللي احنا مخصصين ودلوقتي عشان نجاوب عليها أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ الواحد بيسامح بس مش بينسى هل دا تسامح ولا لا بوسي سيدي التسامح خلق التسامح خلق تاني التسامح خلق فإذا أنت سمحت فلان بمعنى أن أنت أبرأته من مظلمتك اللي عندك بينك وبين الله لكن أنت السورة مش قادر تنساها فده تسامح إذا أنت عملت إذا عملت الشخص اللي ظلمك وانت سمحته بما يرضي الله فانت سمحته يبقى حكتين إذا أنت أبرأته من أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عن مظلمته التي ظلمك إياها أنت سمحت وإذا عملته معاملة حسنة فأنت قد سمحته إذا المسامح حكتين أن أنت أبرأته مما كان لك من مظلمة لأن الله سبحانه وتعالى يأتي للعباد ويأتي لكل ظالم بلواء ولا يذهب الناس للجلنة والنار حتى يقضي الله في مظالم العباد فأنت لو إنك أنت عفوت عن أخيك وسمحته في مظلمته فأنت خلاص سمحته طيب الحياة الثانية إنك تعامله بما يرضي الله يعني إيه تعامله بما يرضي الله محدش قالك ترجع لمحبته وقلبك يبقى ممتلئ بمحبته زي ما كانت لا ده مش مطلوب قلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن لكن إيه اللي حاصل لو كنت مثلا في لجنة لاستقبال الناس أو لتقييم الناس أو أنت طلب منك أن أنت تساعده لا تجد في صدر غضاضة أن أنت تعمل الكلام ده تعمله ده كده سمحته لكن لو لقيت نفسك لا ما بتعملش ده ومش قادة تعمل ده بأنت مش من أهل المسامحة لكن ليس معنى المسامحة لا أن أنت تنسى صورة الحاجة اللي عندك لكن أنت لو عملت كده أبشرك أن أنت لو عملت اللي أنا قلته لك دلوقتي أن أنت أبرأته من مظلمتك من مظلمتك أمام الله وأن أنت بتتخلق معه بخلق حسن الله سبحانه وتعالى سيكرمك وهتذهب المظلمة دي من عينك وتنساه لكن ليس معنى أن أنت صورة المظلمة صورة الموقف اللي عمله لسه موجودة في قلبك وطبعا مش هتبقى في قلبك هتبقى نفسك الأمارة بالسوق هي اللي مسكة الصورة دي وتقول الوقت بتعملها لك عشان تخليك تسيب الخلق الخلق الحسن وما أبرأه نفسي إن النفس الأمارة بالسوق لو كانت نفسك اللي لسه بتجيب لك الصورة دي الصورة اللي هي بتطلع عليك النفس دي تقول الوقت ده يبقى أنت إيه اللي حاصل يبقى أنت إيه اللي حاصل ولو متذكر هذه الصورة بس أبرأته أمام الله وبتتخلق معه بخلق حسن أنت سمحت يبقى أول حاجة لو ما نستش الصورة لكن إنت عملت الحاجتين اللي قلت لك عليهم دولا أنت سمحت الحاجة الثانية لو إن حبه ما رجعش في قلبك زي ما كان زمان يعني لو إن الشخص اللي أنت سمحته ده ما بقتش تحبه زي زمان برضو أنت سمحته يبقى حاجتين أهو يبقى أول حاجة لو ما نستش وبعض الناس يقوله أنت ما نستش يبقى أنت ما سمحتش لا يا سيدي بس هو أنت منستش بس إذا مؤثر على أخلاقك معاه لا يبقى خلاص أنت سمحت طب ده مؤثر فرجعت تدعى عليه لا يبقى أنت ما سمحتش أو رجعت تاني تقوله وتعتبه وتنتقده وتقوله لا يبقى أنت ما سمحتش يبقى حاجتين دول مش هيخرجوك من إطار السماح وحاجتين يدخلوك في إطار السماح حاجتين يدخلوك في إطار السماح أنت تبرئه أمام الله من مظلمتك الحاجة التانية أنت تخلق معه وبيخلوك حسن وحاجتين إيه اللي حاصل ما يخرجوكش من إنك سمحت الحاجة الأولانية عدم النسيان الحاجة التانية إن الحب ما يرجعسي زي ما كان الاتنين دولا مش هيخرجوك مش هيخرجوك من كونك إيه سمحت لإن ده بتلغبط ناس كتيرة جدا 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 طيب وما لعنعمل إيه بقى لما سيدنا أبو بكر مع مصطح لما تكلم في حادث الإفك وربنا سبحانه وتعالى خطبه فقال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال لا أنا بحب أن ربنا يغفر لنا فرجع العطية المين لمصطح رجع العطية المصطح بس مش معنا كده أنه رجع تاني يثق فيه ويحبه زي زمان لا بس هو رجع لأن العطية دي كانت صدقة فرجع الصدقة تاني اللي كان بيدهاله عشان دخلق عشان دخلق خلق حسن فعل حسن فرجع له المسألة دي لكن حضرت النبي ما رحش قال له إيه أنت ترجع بقى تحبه زي زمان بقى لا ما قالوش كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خالص والدليل وحشي لما أسلم إيه اللي حاصل قال سأل حضرت النبي هل هذا سيكون سببا في دخول النار قال لا ولكن غب عن وجهه مش يعني مش عايزة تشوفك وهو مسلم إن شاء الله يدخل الجنة سواء إيه اللي حاصل يعني حضرت النبي كان بيفتكى سيدنا حمزة لما يشوفه وإزاي هو فعل هذه الفعلة الشنيعة بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خالص إنه هو إيمانه مش يكون صحيح ولا إنه هو مش يدخل الجنة ولا دعا عليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيزا لازم نبقى عارفين ده السؤال اللي بعد كده بيقول إيه السلام عليكم لو سمحت يا دكتور أنا شقتي مفتوحة لأهل زوجي بيقعدوا فيها وبيتحكموا في حاجتي وأنا مسافرة وكنت عايزة أقفل قط النوم بس مش راضين أنا لو قلت إن في حاجة تسرقت مني علشان أقفل قطي كده حرام مع إنه أنا مش هسبب مشاكل لحد وأحافظ على حاجتي لا يا ستي أنت مش تقفلي بس قطة النوم بتاعتك يقفلي الشقة كلها أنت بتحقق إن أنت يقفلي الشقة كلها وجوزك أنا بقول لي زوجك سكن الإنسان جزء من خصوصيته فهل لها أن تغلق شقتها لإن ده مسكنها آه لإن الشرع أمر إن ما ندخلش البيوت إلا باستئزان أصعي إحدى بيتك بس هي كمان راعية في هذا البيت فإذا كانت هي دي مكان سكناها فلاها أن تحتفظ بماذا لإن الشرع الشريف أمر الإنسان إن أسرار بيته ما تخرجش فمعنا كده إن البيوت لا حرمة فالأساس إن هي من حقها تقفل البيت تقفل الشقة كلها طيب يا سيدي خلاص عشان ما فيش خلاف مش هتقفل الشقة من حقها تقفل قطة النوم أيوة وما تقوليش إن أنت سرقت اللي إن ده كدب وكدب حرام ما تكتبيش وتقول إن فيه حاجة سرقت ما تكتبيش بس سمعي زوجك إن أنت من حقك أن تغلقي غرفة نومك إن ده خصوصيتك من حقك إن محدش يرى ده من حقك إن أنت تخافي على حاجتك هل ده اتهام لحد؟ لا إحنا ممكن يجي حد معاهم أو ينسوا إن البيت ده ينسوا البيت ده زي ما الناس بتنسى بيوتها نفسها فيتسرق البيت فإنت من حقك أن تحتفظ بخصوصيتك وده اللي حصل لما الناس بيبقوا في البيت والستي ساكنة البيت محدش يقدر يدخل البيت ده بغير إذن أهل البيت وإنت من أهل البيت فلابد إن هم يستأذنوا فإنت إذا ما إذنتيش إن هم يدخلوا البيت ما يدخلوش البيت فمحدش يجي يقول والله لا يا هذا بيته جزء من خصوصيتها فمن حقها أن تغلق غرفة النوم آه من حقها طب هل يجرهها زوجها؟ لا مش من حق زوجها أنه يجرهها العادة فهي من حقها تقفل ماذا؟ قط النوم آه من حقها تقفل قط النوم ولكن ما تكتبيش وتقولي بقى أن فيه إيه؟ حاجة السرقة لكن زوجك لازم يعرف إن ده جزء من خصوصيتك وإن ده من حقك وتستند بقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فهي مسؤولة عن البيت يبقى الزوجة مسؤولة عن البيت فإذا كانت هي مسؤولة عن البيت مع زوجها فكذلك ولما نسب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن طاعة الزوجة ألا تدخل أحدا على فراشه لا يرضى يبقى تعرف أنها ممكن تدخل وممكن تمنع يبقى من حقها أن تحتفظ بخصوصيتها وتغلق غرفة نومها وأنا أرى أن هذا النوع من أنواع الخلاف بين الزوجين ده نوع من أنواع انتهاك الخصوصية فلذلك من حقها أن تغلق غرفة النوم لكن لا يجوز أن احنا نكذب في سبيل الوصول إلى ده سمعي أن البيت كله الشقة كلها تغلق فمن حقك أن أنت تغلقي غرفة النوم وليس عليك إثم ولا تكون عاصية ولا تكون حتى قاطعة رراحم زوجك مع أهله أبدا بل هم لابد أن يحترموا خصوصية البيوت وده شيء مهم جدا جدا للناس يعرفوه عشان الناس يفضلوا مع بعض في حالة رضا وفي حالة توافق وفي حالة نور وبركة ومودة ورحمة إن شاء الله فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم أسئلتكم المباركة اللي مليانا نور وبركة وفضل ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره اللي بتقنسنا بنور الله سبحانه وتعالى وكمان تفضل مجالس النور ممتدة بنا أعظم ما في صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره هي إن هي جسر من نور بنا وبينكم ويفضل الجسر ده إن شاء الله ممدود إن شاء الله بكرم الله وفضله السؤال اللي بعد كده اللي وصلنا بيقول هل إنفاقي على أولادي رغم وجود والدهم على قيد الحياة يحسب ليه صدقة ده سؤال حلو أو مهم أيوة يحسب صدقة ليه لإني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في شوية حديث كده بتقرب لنا المسائل دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قارن في حديث ما بين ما ينفقه الرجل على أهل بيته وما ينفقه في سبيل الله وما ينفقه صدقة فقال إن أفضل دينار دينار ينفقه في أهله فمعنى إن حضرة النبي قارن بينهم فده جعله أعلى ثوابا أنا عايز أخذ من الحديث ده إيه إن النفق على الأهل ما دخل في ميدان الإيه ميدان الفضل من الله سبحانه وتعالى ميدان ميدان ما يكافئ الله عليه طب إذا كان فضل إذا كان فرض زي الإيه زي إنفاق الرجل على أهله هيبقى ثواب الفضل ثواب الفرض أعلى من ثواب النفل لكن هيبقى إن الله سبحانه وتعالى يكافئ ويفضل هذا المال الذي ينفق على الأهل ولا لا قال له آه قال له خلاص يبقى لو الزوجة الذي ليس فرضا عليها أن تنفق على الأهل والأولاد أنفقت بنص الحديث ده هيبقى صدقة هيبقى صدقة لأن الله يكافئ عليه بالعكس الفلوس اللي هتصرفها بنص الحديث ده وعشان كده أنا جاي بالحديث ده بنص الحديث ده الفلوس اللي هتصرفها على بيتها وأولادها حتى ما وجود زوجها أفضل من أنها تتصدق على حد تاني برا برا البيت ليه عشان عايز الحديث قال خيره دي نار دي نار تضعه في أهلك يعني أفضل من الجهاد من الأموال اللي هتحطها في الجندية وأفضل من الأموال اللي هتحطها فين إلا هتحطها كمان في الصدقة يعني الفلوس اللي انت هتدفعيها وتنفقيها على أولادك مع وجود والدهم يعني بينفق عليها عنهم دي أفضل صدقة ممكن تتصدقي بيها بنص بنص هذا الحديث ليه لإني الأقربون أولى بالمعروف فإذا كان ده صدقة وإذا كان ده معروف فأولادك أولى بالمعروف يبقى كده شيء مهم طبعا إحنا مش هجين ندخل بقى في أسئلة في أسئلة تشبه إيه أسئلة بان إسرائيل طيب ده إذا كان فيما يحتاجونه ولا كان في الطرف إذا كان فيما يحتاجه الإنسان وليس في المباراة لإني أصلا كل حاجة وكل واشرب ولا تسرف فالمسألة كلها فين إذا كان في الاحتياج فده كله إن شاء الله في الصدقة وإن شاء الله ربنا يكتبه ثوابا حسنا لك إن شاء الله بنفقتك على أولادك إن شاء الله نعم سؤالي بعد كده بيقول حضرتك أنا ما كملت الشهر متجوزة وزوجي ضربني وبهدني وشتامني لا حاول ألا قوة إلا بالله وأنا دلوقتي عند أهلي بقالي مستاشر يوم ومحدش من أهل زوجي سأل فيا ولا قال أنت فين ولا هو مع ولا هو مع إن والله العظيم ما كنتش بقول غير حاضر ونعم وكنت باحترمهم جدا بس للأسف هو باهدني وضربني في حاجة أنا مليش زنبي فيها والله محتاجة نصيحة من حضرتك إن قلب وجعني جدا من اللي حصل طبعا هو في الحقيقة إحنا عندنا في الإرشاد الزواجي عشان بس مش أصدى طيب خطرك ده بيتكرر بيتكرر ليه تعالي أقولك بيتكرر ليه بيتكرر لإني الناس مش مؤهلين للجواز الناس مش عارفين يعني إيه جواز الشخص الجوز وهو مش مؤهل للزواج فهو مش متأهل إن هو يتعامل مع امرأة ومش مؤهل إن هو يتعامل مع امرأة هي زوجته ليه هو فيه فرق؟ طبعا أنت ممكن تستطيع أن أنت تتعامل مع زميلة تتعامل مع خلتك تتعامل مع ممتك تتعامل مع أختك لكن عشان تقدر تتعامل مع زوجتك أنت محتاج تتأهل ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباقة فليتزوق وخلى فيه والشرع الشايفيف خلى فيه نصوص خاصة بطريق التعامل للزوجات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى إحنا إيه اللي حاصل؟ يبقى المسألة ببساطة؟ إحنا محتاجين ببساطة إن إحنا نتأهل الجواز طيب نعمل إيه؟ أول حاجة إحنا لازم يدخل وسيط عشان يصلح بين إذا ما كانش فيه وسطاء أنا شايف إن انت وزوجك محتاجين ثلاث حاجات واضحين جدا غير ليس فيهم خفاء أول حاجة إنتوا محتاجين إرشاد زواجي فتجن على مركز الإرشاد الزواجي تاني حاجة إنتوا محتاجين تأهيل للمقبليين على الزواج وفيه ينفعها ده فيه ناس بيتجوز وبيحضروا دورات المقبليين على الزواج فأنتوا محتاجين تتأهلوا إنتوا الاتنين لأنه عنده مشكلة حاجة التالتة أنه محتاج يتعلم ويتدرب على مسألة إدارة المشاعر وإدارة الغضب وإدارة الضغوط لأنه واضح إن المسألة دي إحنا خايفين إن هي تتكرم مرة تانية وعشان كده لازم ببساطة نحاول بقدر إمكان نخرج من الأمر ده نخرج من الأمر ده بالطريقة اللي أنا ذكرتها لحضرتك تلات حاجات دول أول حاجة يبقى فيه إرشاد زواجي تاني حاجة ببساطة لازم يحصل تأهيل المقبليين على الزواج تالت حاجة إن إحنا كمان محتاجين نتعامل بطريقة مختلفة مع القضية دي ويتعلم هو إدارة الضغوط وإدارة الغضب لأن إحنا لو ما عملناش كده عندنا مشكلة كبيرة السؤال بعد كده يقول أنا جوزي خني وتجوز عرفي من خمس سنين ورجع قال لي أنا طلقتها ودي كانت نزوها وبالفعل سمحته ودلوقتي كرر الخيانة تاني وتجوزها عرفي تاني وأنا مش عارفة أعمل إيه معاه وهو مصمم على الخيانة ومؤثر هو في مصاريف أولاده أنا عندي أربع أولاد أكبرهم في أول أعدادي وأصغرهم عنده سنة تنصحني أعمل إيه أنا أنصحكم كمان في هذا السياق مسألة واضحة نحن نحتاج إلى ما يسمى بمثلث التعافي من الخيان لازم الزوج يعرف أن الزوجة لما تفقد السقة لازم ندخل في دورة اسمها دورة التعافي من الخيان أنه يعمل إيه لازم يعترف ويعتذر ولازم إحنا نعرف هو بيعمل كده إيه إذا كان الأمر ده متكرر فمسألة ببساطة والخيانة هنا ليس معناء الزنا أنا معرفش الجواز العرفي ده معناء إيه لازم برضو أعرف يعني إيه جواز عرفي عشان قفتي في المسألة لكن أنت تسألين لنعمل إيه أنت عشان تخرجوا من ده أنتوا محتاجين إرشاد محتاجين حد يدعمكم محتاجين حد يخليكم يساعدكم على أن جنتوا تخرجوا من ده محتاجين حد يحلل شخصية زوجك لعل زوجك من أشخاص الذين لا يستطيعون أن يكتفوا بمرأة واحدة فساعتها نعرض المسألة ونشوف قرارك ساعتها يكون إيه فأنت محتاجة بشكل واضح أنتوا الاتنين محتاجين بشكل واضح أن أنتوا تتعرضوا على خبير يقدر يقول هو الحالة دي أفضل طريقة للتعاون معها إيه لكن الكلام على الهوى كده أي حد ينصحك على الهوى في هذه المسألة مباشرة كده قد يدرك طب السؤال أول نصيحة بنصحها لك إيه أنصحك ألا تطلب الطلاق ولكن إحنا محتاجين إيه أنت بشي تطلبوا الطلاق لكن محتاجين إرشاد عاجل لأن أنت كل يوم بيمر عليك كل ما ده بيكون في رصيد غضبك ورصيد ضيقك ورصيد كراهة أنا آسف ورصيد يقربك من كراهية زوجك وعشان كده إحنا محتاجين بشكل عاجل إن إحنا نروح للإشاد الزواجي يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن حديث من أجل أحديث رسول الله راجعوا علاقتكم من مولانا سبحانه وتعالى وتيقنوا وتمسكوا في الأمل وتمسكوا في كل المعاني إن ربنا سبحانه وتعالى بيطمنكم بيها ربنا سبحانه وتعالى غنيا عنه وإحنا فقراء لله والله سبحانه وتعالى فاتح خزائنه استمروا في حياتكم عيشوا اكتبوا على قلوبكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة عيشوا في رضا ربكم وعيشوا في سعته وعيشوا في كرمه فالله سبحانه وتعالى لا يملع نوره وبركته ومدده عن أحد لأنه الأحد الذي يعطي ولا يحتاج لشيء من أحد يا رب العالمين اجعلنا من أهل اليقين في كل وقت وحين وأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين